تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تسأل أيضا أختنا سلاما للأردن كيف يعرف الإنسان أنه قريب من ربه يجتهد المسلم في الاستقامة على طاعة الله عز وجل ومن علامة قبول العمل أن الإنسان يجد انشراحا في صدره بعد فعل العمل وراحة وطمأنينة ذكر هذا من تيميه ومن قيم وغيرهما وقالوا إن الله تعالى شكور وأنه إذا قبل العمل يجد الإنسان شيئا من الأنس والفرح والانبساط هذه قد تكون علامة يستألس بها المسلم ويجتهد المسلم في طاعة ربه سبحانه ويخشى أن لا يتقبل منه ولهذا يقول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وجاء في تفسيرها أنه هو الرجل يعمل الأعمال الكثيرة من الصلاة والصيام والزكوات والصدقات ويخشى أن لا يتقبل منه قال البخاري في صحيحه قال ابن أبي مليك أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه الله فالإنسان يعمل الأعمال الصالحة لكن مع ذلك يرجو رحمة الله ويخاف عذابه ويخشى أن لا تتقبل منه يخشى أن لا تتقبل منه هذه الأعمال حتى لا يكون معجبا بأعماله مغرورا وإنما يكون راجيا من الله سبحانه أن يتقبل هذه الأعمال خائفا من عدم القبول نعم